إذن سوق دبي متماسك 22 نقطة أو 0.6% إلى 3554 نقطة الأكثر نشاطاً في السوق إذن نرى بعض الأسهم المليونية لكن GFH يتصدر القائمة إلى مليونين 300 ألف ارتفاع بهذا السهم بأكثر من 1% الرابطك يعود لتسجيل مكاسب إلى الدرهمين و35 مليونين و200 ألف عليه دبي للاستثمار يعود لتسجيل مكاسب بحدود 0.8% لكن سوق أبوظبي يتعرض لبعض التراجعات التراجع بربع النقطة المئوية إلى 4 حتى يخفف من حد التراجعات حالياً إلى 4487 نقطة بالنسبة لقائمة الأكثر نشاطاً يبدو أن هناك استقرار ويبدو أن هناك هدوء ملاحظ على معظم الأسهم حتى لا نرى إلا مقدار مليون واحد للإشراق العقارية هو الوحيد المتمسك عنده فوق المليون سهم الواحة من ضمن القائمة يتراجع الواحة بحدود كبيرة 8% 25 فلس يخسر من رصيدة رأس الخيمة العقارية ومعدان غاز هناك نوع من الاستقرار على هذين السهمين إما القيوين اليوم نرى ضمن قائمة الأكثر نشاطاً السوق الكويتية إذن كما نرى هناك هدوء حذر في السوق لكن ربع نقطة زيادة تراجع بالخمسة عشر الوزن يتراجع بحدود ربع نقطة لكن الأكثر نشاطاً صفات طاقوا منذ فترة يعني طوال جلسات هذا الأسبوع هذا السهم يتحرك ضمن نطاقات قوية النشاط اليوم أكثر من سبعة ملايين نرى الفروقات بينه وبين الأسهم التي تليه كل الأسهم التي تليه لا يوجد فيها مقدار مليوني أدنك الأولى ميادين الجي أف إتش أيضاً يشير إلى نوع من الكميات لكنها متواضعة ومؤشر سوق مصقط حالياً يتحرك ولو بشكل باهت لللون الأخضر الارتفاع فقط نقطتين ونصف بالنسبة لأكثر نشاطاً جلفار والكميات مئة وخمسة آلاف بنك نزوة الأنوار بنك مصقط وأيضاً الأسماك العمانية إذن هذا بالنسبة لإفتتاحية جلسة التداولات ترجمة نانسي قنقر